إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاكم واختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله برتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسوا العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهاء ألائم إن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى أهاء 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 أه